هذي فرصة مرة أخرى باش نبينو بأن هناك أغلبية متماسكة هناك أغلبية متضامنة مش متضامنة فقط من أجل أحزابها السياسية متضامنة من أجل إنجاح المشروع الحكومي جالا من أجل المواطنات والمواطنين كان هناك إشكاليات كثيرة لعشناها منذ 2021 نذكر بأن الأسرار مع سردوز عشر سنين في المعارضة منذ إنشائه وكانت هناك نقاش لذكر إن في 2021 نقشناه وش فرصة هذه للأسرار مع سردوز عشر باش يدخل الحكومة وتحملنا المسؤولية قلنا نعم حزب أسرار مع سردوز عشر ما تدارش باش ينتقد فقط بل باش يتحمل المسؤوليته فالوقت اللي كان هناك إشكالية حقيقية كنا كان يعني ومنه وتتذكره في 2021 الخروج من الكوفيد ومن بعد فاش دخلنا الأغلبية وتمسكنا بهذه الأغلبية اليوم كان قولوا بأن كان هناك نجاحات كان هناك نقص التواصل باش نوصلوا هاد النجاحات المغربة وجميع الإخوان تكلموا عليها اليوم سيد رئيس الحكومة سي الأخ نزار باركة بالطبع وجميع رؤساء الفرق وغايكون هناك بالطبع واحد تقوية المجال التواصلي مع المواطنات والمواطنين عبر كذلك عبركم عبر الصحافة اللي عنده واحد ضر مهم لتبسيط وتفسير ما تقوم به الحكومة وما استثمرت في مشاريع أولا اجتماعية وتانيا في المجال الاستثمر لخلق المناصب شغل والتجاوب مع الإشكالية الأولى من ديال الشباب والشابات اللي هو تشغيل ثم تشغيل ثم تشغيل فباش ننجحوا فيما تبقى من هاد الولاية الحكومية يعني ثانتين لابد أن يكون هناك تضامن أقوى وأكثر ومن كيفما ذكرها بعض رؤساء الفرق من ما يغلبناش يعني الانتخابات اللي جاية المقبلة انتخابات هي فقط واحد المحطة باش نجدو التقى ما بيننا وما بين المواطنات والمواطنين كيبقى أهم محطة هو المحطة التنموية هو المثار التنموية اللي إخدات المملكة المغربية هو التجاوب مع المواطنات والمواطنين باش نرجعو باش نقويوا ديك التقى لكينا ما بين المغربة وبين المؤسسات ديالهم وباش أنا دائما نقولها ونبقى نقولها ونعود نقولها قدامكم باش الحلم المغربي واللي ممكن عند الشاب المغربي كيفما كانت يعني الإمكانيات الاجتماعية او تواجد الجهوي او الاقليمي. هدو مال يعني خلاصة الافكار اللي بغنا نوصلوها زائد بالطبع دك شما قال هو رأس سيد رئيس حكومة. وغالبا من كدلك سيني زرع يكون عنده مجموعة عند الافكار اللي عيتقسم معكم. دينا شكرا لكم. اشتركوا في القناة